السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتكلم على ثلاث مواضيع مهمة تتكلم عنها الصحف الألمانية هذا اليوم الموضوع الأول نتكلم على جريمة بشعة قام بها مراهق عمره 14 سنة إلى متى ستستمر هكذا جرائم يقوم بها مراهقين الموضوع الثاني نتكلم على اتهام وجهة لمعلم بمدرسة تانوية نقاط جيدة مقابل الجنس مع تلميدة هذا أيضا ما سنناقشه بهذا الفيديو والموضوع الثالث عن قرار ألمانيا حول غزة وقرار الأمم المتحدة ولماذا ألمانيا لم تقم بالتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة لنبدأ أصدقائي بالخبر الأول ويستمر مسلسل العنف عند المراهقين وجرائمهم في مستشفى بمدينة غيغنسبورغ في مقاطعة بيرن قسم الطب النفسي للأطفال المراهقين كان يتواجد مراهق عمره 14 سنة هناك وقام بحمل السكين وعمل صورة ونشرها بإنستجرام وبالصورة كان يحمل السكين وكتب بجانبها الانتقام ثم توجه وطعن طفلا كان أيضا بالمستشفى مستشفى الطب النفسي للأطفال هذا الطفل عمره 7 سنوات توفي للأسف متأثرا بجروحه الخطيرة وقام أيضا المراهق الذي عنده 14 سنة بعدما طعن الطفل الذي عنده 7 سنوات طعن أيضا ممرضا يعمل بالمستشفى عمره 63 سنة وحالته الصحية بدأت تتحسن وتعرف الاستقرار بعد ذلك قام مجموعة من الممرضين بإلقاء القبض على هذا المراهق هو معروف لدى الأمن وقد تمت متابعته عندما كان عمره 13 سنة حيث هدد آنداك بأحد مواقع الدردشة بتفجير المدرسة التي يدرس فيها وقامت الشرطة أيضا بمداهم آنداك عندهم في البيت ووجدوا لديه مواد متفجرة وأسلحة هوائية وقنابل وهمية أصدقائي قالوا بأنه كان يصعب عليهم آنداك عندما كان عمره 13 سنة بمتابعته وملاحقته قانونيا الآن التحقيقات مستمرة حول هذه الواقعة وهذه الجريمة البشعة هذه ليست أول جريمة يقوم بها مراهقون بخصوص جنسيته لم يذكروا جنسيته فقط الصحافة الألمانية غيرت اسمه وأعطته اسما آخر أعطوه اسم ماتياس رغم أنه الحقيقي اسمه الحقيقي ليس ماتياس لكن لم يتكلموا عن جنسيته ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتم مناقشته بشكل كبير أيضا بالصحافة الألمانية الجنس مقابل نقاط جيدة بأحد المدارس هكذا تتساءل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف هذه هي التهمة المحيطة حاليا بمعلم بمدرسة تانوية بمقاطعة زاكسن أنهالت بمدينة أشاس ليبن والآن يقوم المكتب التعليمي الحكومي لمقاطعة زاكسن أنهالت بالتحقيق في هذه القضية التهمة تقول بأن معلم يدرس بمدرسة تانوية على علاقة غرامية مع تلميدته عمرها 18 سنة والتلاميذ بالمدرسة يتهمون هذا المعلم بأنه بسبب هذه العلاقة تحسنت النقاط المدرسية لهذه التلميدة وأصبحت نقاطها مميزة لذلك قاموا وقدموا شكوى عليه وقال التلاميذ واتهموه بأنه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا المعلم بربط علاقة غرامية مع واحدة من تلميداته وقالوا بأن الأمر دائما يؤثر بشكل واضح وكبير على نقاط التلميدات اللواتي كنا معه بعلاقة كما تقول التهم عليه بالنسبة للمدرسة المدرسة لحد الساعة لم تقم بإيقاف هذا المعلم عن العمل ويرغبون بمعرفة هل علاقته مع هذه التلميدة كان لها فعلا تأثير أدى إلى تحسين نقاطها بالمدرسة وبعد التحقيقات قالوا بأن هذه التلميدة يعني عمرها 18 سنة وربطت معه علاقة وهي عمرها بسن الرشد 18 سنة وقالت التحقيقات أنه لم يكن على علاقة معها عندما كانت قاصر عندما كان عمرها 17 سنة بخصوص النقاط قالت التحقيقات للمكتب التعليمي الحكومي لمقاطعة زاكسن أنهالت الأولية بأن النقاط المعلم لم يعطيها النقاط إنما حصلت على نقاطها من جهات أخرى لكن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة هل هذا المعلم بسبب ربطه علاقة مع هذه التلميدة هل هذا الأمر أدى إلى تحسين نقاطها فلحد الساعة التحقيقات ما زالت مستمرة لكن بالمدرسة هناك غضب كبير للتلاميذ واتهامهم أن بعض المعلمين أو حتى في الجامعات هناك دائما من يتهم بعض الأساتد في الجامعات أو من يتهم بعض المعلمين أنهم يربطون علاقات مع تلميداتهم أو مع طالبات الجامعة وبعد ذلك تتحسن بشكل رهيب النقاط الخاصة بهذه التلميدة أو بهذه الطالبة هذه هي الاتهامات حاليا نمر الآن إلى الموضوع الأخير الخاص بموضوع غزة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية بهدف إدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر وهذا القرار الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة هو قرار غير ملزم رغم ذلك 120 دولة في العالم أيدت هذا القرار وطلبت وقفا فوريا لإطلاق النار وعارضت هذا القرار 14 دولة وامتنعت عن التصويت 45 دولة من بين 45 دولة التي امتنعت عن التصويت توجد ألمانيا وسوف أخبركم فيما بعد بلماذا ألمانيا امتنعت عن التصويت حسب ما صرحت به وزيرة الخارجية المهم بعد أن صدر هذا القرار من عند الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية إسرائيل أعلنت غضبها من هذا القرار وانتقدته ورفضت أيضا الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل هذا القرار لأنه لم يقم بالإشارة إلى حركة حماس حركة حماس بالمقابل رحبت بهذا القرار الداعي لهدنة إنسانية فورية وطالبت باتخاذ إجراءات كافيلة لتطبيق هذا القرار كي تفتح المعابر من أجل إدخال الوقود والمساعدات الإغاتية الطارئة إسرائيل كما تقول الصحف الألمانية انتقدت من صوت لصالح قرار وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية وقالت إسرائيل أنها تعارض وقفا إنسانيا مؤقتا أو هدنة في هذا التوقيت وقالت إسرائيل أنها سوف تواصل استخدام كل السبل المتاحة بهدف إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس وإعادة الرهائن كما قالت الصحف الألمانية وهذا ما قالته إسرائيل ونشر بالصحف لكن يوجد انقسام أوروبي كبير بخصوص الأحداث الحاصلة حاليا في غزة سوف أخبركم الآن بالدول الأوروبية التي طالبت بوقف ثوري لإطلاق النار وعمل هدنة إنسانية الدول التي تطالب بوقف إطلاق النار هي بلجيكا، فرنسا، اللوكسنبورغ، النارويج، البرتغال، إسبانيا وإيرلندا إضافة أيضا إلى روسيا تطالب أيضا بوقف إطلاق النار والصين أيضا تطالب بوقف إطلاق النار أصدقائي، الآن سوف أخبركم بالدول التي ترفض وقف إطلاق النار من الدول الأوروبية وترفض أيضا عمل هدنة حاليا وتدعم حاليا إسرائيل في قرارها إضافة إلى إسرائيل وأمريكا، النمسا، كرواتيا، أتشيك وهنغاريا المجر صوتت اليوم ورفضت قرار وقف إطلاق النار ودعمت إسرائيل الآن سوف أخبركم ببعض الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت الدول التي امتنعت عن التصويت هي ألمانيا، اليونان، أوكرانيا، بريطانيا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك الآن سوف أخبركم بقرار ألمانيا لماذا امتنعت عن التصويت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك، أنا لنا بيربوك وهي من حزب الخضر حسب بيان صادر من وزارة الخارجية الألمانية قالت بأن ألمانيا عملت بشكل مكتف للتوصل إلى حل متوازن لمسألة الشرق الأوسط وقالت كانت ألمانيا ترغب أن يشمل النص الذي تصدره الأمم المتحدة يشمل إدانة واضحة لجميع الأعمال الإرهابية والدعوة على الأقل لإطلاق صراحي الرهائن وقالت وزارة الخارجية الألمانية لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يذكر بوضوح حركة حماس التي تعتبرها ألمانيا منظمة إرهابية ولا يدعو إلى إطلاق صراح جميع الرهائن بشكل واضح بما فيه الكفاية ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لذلك قررت ألمانيا والعديد من شركائها الأوروبيون عدم الموافقة على هذا القرار قرار وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية ولذلك امتنعت وزيرة الخارجية بالأخير امتنعت عن التصويت وأيضا تتكلم الصحف الألمانية عن مدينة غزة وتقول مجموعة من الصحف تعرف غزة منذ يوم أمس قصفا متواصلا وقويا جدا أدى أيضا إلى انقطاع الإنترنت ونقص حاد في الماء والغداء والوقود وتزيد أيضا القلق الدولي من الظروف المروعة التي يكابدها 2.3 مليون شخص تحت وقع الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على القطاع وأيضا تكلمت الصحف على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس الذي قال أرحب ورحب بالقرار هذا اليوم الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب وقف إطلاق النار وقال الأمين العام للأمم المتحدة أرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على وقف إنساني مؤقت للصراع وقال بأنه يكرر دعوته إلى هدنة لأسباب إنسانية والإفراج الغير مشروط على جميع الرهائن وتوصيل الإمدادات المنقدة للحياة بالحجم المطلوب إذن أصدقائي وضعتكم بصورة كاملة كيف تنقل الصحافة الألمانية الأحداث الأخيرة بغزة كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء